قصة يابانية تروي حكاية امرأة ايغورية اعتقلتها السلطات الصينية تلقى رواجا كبيرا تزامنا مع ارتفاع موجة الغضب العالمي من معاملة الصين مع اقلية الايغور المسلمة القصة التي ترجمت الى لغات عدة تروي قصة مهيرغول المرأة الايغورية التي تم احتجازها وتعذيبها في الصين خلال ثلاث مناسبات منفصلة بين عامي 2015 و2017 وروات مهيرغول كيف حرمت من النوم في زنزانة مكتظة كانت مضاءة ليلا ونهارا وكيف قيدت الى كرسي وتعرضت للتعذيب المتكرر وفقدت المرأة الايغورية الاتصال بزوجها عندما كان يحاول البحث عنها وتوفي ابنها البكر بظروف غامضة وتعيش الآن في الولايات المتحدة مع ابنها وابنتها اما الكاتبة اليابانية المتعاطفة مع قضية الايغور فتقول ان الصين دولة مجاورة الى انها مليئة بالاشياء المجهولة وان مهمتها تتعلق بابلاغ الناس بهذه الاشياء وجذبت القصة اكثر من مليونين ونصف المليون مشاهدة وجرى مشاركتها اكثر من ستة وثمانين الف مرة منذ ظهرها على موقع تويتر في شهر ااب اغسطس الماضي وتحت جزء الصين اكثر من مليون شخص من مجتمعات الايغور والاقليات المسلمة الاخرى من دون محاكمة بحسب تقارير صحفية دولية